وعشان كده محدش بيحب حد حب تملك إلا وفق وضايق شايف إن حبيبه ده كل حياته ونغاب عنه في حياته خلاص راحت ندق وفق ده وعشان كده أنا دايماً بقول للناس لا أحد يستحق أن يكون كل حياة إلا الله ثم حضرت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفيش غير كده هيفضل مع الكل وعشان كده لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما دولة بس وهيفضل مع الكل حتى مع أهله في مسافة خصوصية إلا الله وسيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعشان كده ونحن أقرب إليه من حبل الوريد وعشان كده ربنا أقرب إلينا منا الله سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى فهو أقرب إلينا منا وحضرت النبي يطرعه الله سبحانه وتعالى على أعمالنا فدولة أقرب إلى حب اللي ممكن نحبهم حب كامل مطلق لكن الناس الناس في مسافة بيننا وبين أي حد فعشان كده لازم تكرس فيك حقيقة اسمها فناء المتعلقات يعني تعرف إن كل شيء بتتعلق بيه أو بتحبه حب تملك هو فان يعني إيه هو فان يعني مش باقي فإذا كان هو فاني فمش من حكم أن أنت تتعلق بيه كل هذا التعلق فتعلق حياتك بفاني قال لي طب ده مش قلة وفاء والله ما ليه علاقة بقلة الوفاء طب ده مش بقلة حب ولا ليه علاقة خالص بقلة الحب ثاني حاجة ثاني سبب بيتسبب في حب التملك هو فقد الثقة بالنفس الإنسان بيحب حب تملك لما يكون فقد ثقته بنفسه أو ثقته بنفسه الممتزة لأن الثقة بالنفس تعرفها عندي هو اليقين من مدد الله أنني مش متروك أنا ما عنديش فكرة الثقة بالنفس أن أنا أثق بما في يدي بل أنا واثق بما عند الله على المعنى كده أن استخدام المصطلح الثقة بالنفس لازم نلغيه لا لكن نعرف إيه السند الحقيقي للثقة بالنفس أن أنت محل نظر الله أن أنت واثق أن أنت محل نظر الله عشان اللي هيقول أنا واثق بالنفس لأن أنا بملك أسباب الثقة بالنفس هيعمل إيه لما بيلاقي الأسباب دي مش قادرة توصله للي هو عايزه فما فيش حد بيحبه حبيب وحبه تملك إلا وهو بيعود بإحساسه بالجوع لا هو أعايش لازم يحس أنه لا أنا أعايش بكفاية ربنا سبحانه وتعالى وعشان كده لازم أعايش بأليس الله وبكافن عبدة والكفاية دي والكفاية دي بتجعل علاقتنا ببعض مليانة ود والتزان ومحبة الحياة التالتة اللي بتسبب عندنا هذا الشعور الكريه من حب التملك إيه بقى الخوف من الفقد إن أنا خاف إن أنا أفقد أحبابي وسبب من أسباب حب التملك وعشان كده لازم تكتب على قلبك كل يوم حياتي لا تتوقف على أحد لأن حياتي ملك ملك الأحد حياتي ملك ربنا سبحانه وتعالى فحياتي مش متوقفة على أحد وعشان كده حبيبك بيبقى حاجة مهمة في حياتك آه أنا عارف حبيبك حاجة مهمة في حياتك ستنا خديجة كانت حاجة مهمة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم بس هو علمنا إن حياة بتستمر حتى بعد أحبابنا حتى ما العام اللي مات فيه عام رسول الله صلى الله عليه وسلم ومات فيه كمان حبيبته وزوجته وكان اسمه عام الحزن استمرت الحياة علمنا رسول الله إن الحياة مستمرة فما ينفعش إن انت تعتبر حبيبك كل حياتك لكن مش كل مش معنى كده إن انت تنتقص من حبه ولا على فكرة لما بقولك إن هو مش كل حياتك ده انتقص من حبه وعشان كده أسوأ حاجة تعمل على حبيبك إن انت تجعله كل الحياة لأنك عتعمل تلات مصايب المصيبة الأولى لازم في وقت من أوقات حبيبك هيتحول لعب تاني مصيبة هتتحول إلى شخص مستاهلك لإنك انت عندك مطالبات كثيرة من حبيبك وبعدين مطالباتك وتوقعاتك غير رشيدة تتحول إلى حقوق وبعدين تقول فلان رفضني يلا وهو لا رفضك ولا حاجة هو بيعيش حياته بطبيعته وبعده بتقوله فلان رفضني إن فلان خزني وفي الحقيقة إيه إحنا اللي خزاننا أنفسنا لما أعملنا كده تالت حاجة إن حبك لحبيبك هيكون فيه انتهاك للخصوصية فيبقى حاسس إنك بتعكر عليه حياته ومش بتخليه قادر يتنفس أقول لكم حاجة حب التملك بيخلي الإنسان يضعف يقينه بالله ويضعف كمان شكره للنعمة ويتحول إلى طالب رضا اللي متعلق بيه واللي متملكه مش متعلق برضا الله وعشان كده لازم نعرف إن حب التملك بيفسد عليك نعمة المحبة اللي ربنا سبحانه تعالى حطاه في قلوبنا لبعض